أبناء طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي أهلا ومرحبا بكم في حلقة قديدة من برنامج مدرسة على الهوى لمادة لالو نكمل النهاردة إن شاء الله المراجعات اللي احنا بدأناها في الحلقات السابقة بناخد أجزاء من المنهج نراجعها والمراجعة مش الهدف ان انا اسأل سؤال وإجابة على طول حدف ان انا بجيب السؤال ونبدأ نراجع الجزء الخاص بالسؤال نقيده بسرعة بحيث نتذكر المفاهيم اللي فاتت أو إذا كان أي حد فيكم فاتته حلقة أو فاته جزء معين في شرح الجزء ده بيسمع الشرح مرة تانية يبقى الهدف هنا ان احنا بنعمل مراجعة على أساس نراجع كل جزء الوحد من أهم الأجزاء اللي موجودة عندنا في المنهج هو جزء المسائل جزء المسائل طبعا عندنا مسائل عن الكتلة والوزن واختلاف الجاذبية فده جزء مهم جدا وبيجيلك في الامتحان مسائل عليه أو لازم يجي في الامتحان مسائل عليه وفي الحقيقة المسائل بتعتبر من الأسئلة اللي هي مضمونة عندي أي مسألة لها خطوات في الحل أي مسألة عشان أحلها لازم أكتب القانون الأول أجمع البيانات اللي المسألة مدهاني وبعدين أكتب القانون اللي أنا هستخدمه وبعدين أبدأ عوض في القانون ده أختصر وأطلع الناتج ثم وحدة القياس يبقى أنا عندي خطوات لأن كتابة القانون بيبقى عليه جزء من الدرجة التعويض والاختصار عليه جزء من الدرجة الناتج النهائي ومعاها وحدة القياس برضو عليه جزء من الدرجة يبقى إذن المسألة مقسمة إلى أجزاء أو درجاتها الكلية متقسمة إلى أجزاء كل خطوة بعملها بياخد الجزء الخاص بها في الدرجات فعشان كده بقول أن المسائل من الأجزاء المضمونة عندنا في المنهج حلها مضمون بيحتاجش كلام كتير بيحتاج قانون تعويض ناتج وحدة قياس ودايما موظفنا بننسى وحدة القياس مع أن وحدة القياس دي مهمة جدا لأن هي اللي بتميز الشيء اللي أنا بحسبه أو اللي مطلوب مني في المسألة تعالوا نبدأ كده بمسألة منطبق فيها الكلام ده نبدأ كده بأول مسألة عندنا المسألة بتقول إذا كانت كتلة جسم على سطح الأرض 30 كيلو جرام كتلة الجسم اللي على سطح الأرض 30 كيلو جرام عايز مني 3 حاجات عايز كتلته على سطح الأمر عايز وزنه على سطح الأرض وعايز وزنه على سطح الأمر أول حاجة كتلة الجسم على سطح الأرض 30 كيلو جرام يبقى هو هنا مديني أول بيان أن الكتلة اللي هي كاف ب30 كيلو جرام طيب فرصة بقى نفتكر كده مع بعض هي الكتلة بتختلف من مكان لآخر على سطح الأرض ولا الكتلة بتبقى سبتة الكتلة المفروض ان هي لا تتغير بتغير المكان حلقة السابقة لما كنا بنراجع موضوع الكتلة كنا بنقول ان الكتلة لا تتغير بتغير المكان يعني الكتلة وانت عند مركز الأرض زي الكتلة وانت عند القطبين زي الكتلة وانت في اي مكان على الارض ما بتتغيرش تمام كده يبقى لا ايه لانها ما فيش حاجة بتأثر فيها في الجاذبية الكتلة ملعاش علاقة يبقى الكتلة لا تتغير بتغير المكان عنوان مهم جدا لازي يبقى في دماغنا كلنا الكتلة تقسها في اي مكان تبقى هي نفس المقدار ما بتتغيرش طيب الكتلة بقى لو انا طلعت على كوكب تاني هل الكتلة هتتغير لا برضو مش هتتغير سبتة ما انا لسه ايه الكتلة لا تتغير بتغير المكان يبقى المكان لما يتغير الكتلة ما تتغيرش اه في حاجة تانية تتغير اه هنتكلم عنها لكن الكتلة سبتة تمام كده يبقى ان الكتلة دي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة الجسم اللي قدامي ده يحتوي في داخله على 30 كيلو جرام زي ما قال لي في المسألة يبقى ده مقدار ما يحتويه من مادة الكتلة دي على الارض تبقى 30 طب على الامر برضو 30 على اي كوكب برضو 30 لان ما فيش حاجة هتأثر فيها تمام كده يبقى كتلة ما بتتغيرش يبقى اذن المسألة عندي فاول طلب اما قال لي حسب كتلته على سطح الامر هقول له نمرة واحد ده الطلب الاولاني كتلة الجسم على سطح الامر هتساوي 30 كيلو جرام تمام ما تغيرتش علل ده بيني وبينكم بقى علل ليه ما تغيرتش لان الكتلة سابتة لا تتغير بتغير المكان تمام كده طيب نجل المطلوب التاني المطلوب التاني عايز وزنه على سطح الارض عايز وزن الجسم ده على سطح الارض طيب هو الوزن بيساوي ايه قانون الوزن الوزن بيساوي كتلة الجسم مضروب في عجلة الجاذبي ادي الوزن كتلة الجسم مضروب في عجلة مين الجاذبي طيب كتلة الجسم قال لي 30 كيلو جرام عجلة الجاذبية مقدر سابت بنعتبرها 10 متر لكل سانية تربيع تمام كده يبقى 30 هنضربها في كام في 10 عجلة الجاذبية بالضبط 9 و 8 من 10 و كسر فبنقربها تقريبا ل 10 تمام كده يبقى انا عندي الكتلة الوحدة 30 و عجلة الجاذبية 10 تمام يبقى هنضرب 30 في 10 اذا وزن الجسم هيبقى كام هنا 300 فين بقى واحدة القياس اتفقنا اي مسألة قانون بعدين نعوض و بعدين نطلع الناتج ثم وحدة القياس طب الوزن هنا طرق 300 300 ايه بقى واحدة قياس الوزن هي النيوتين يبقى 300 نيوتين تمام كده ده الوزن طب ليه الوزن هنا تغير عن الكتلة لان الوزن معتمد على مين على عجلة الجاذبية طب هي عجلة الجاذبية بتبقى سابتة ولا بتتغير من مكان لاخر نرجع بقى كده لدراستنا للوزن نجد ان عجلة الجاذبية دي بتتغير من كوكب لاخر جاذبية الارض غير جاذبية الامر غير جاذبية الشمس غير جاذبية عطارد غير جاذبية المريخ وكذا كل كوكب بيبقى ليه جاذبية خاصة به او كل جسم فضائي بمعنى صح ليه جاذبية خاصة به فعندنا هنا على الارض عجلة الجاذبية عشرة طب هي سابتة على الارض هتختلف الجاذبية حسب القرب او البعد عن مركز الارض انا عريب ولا بعيد عن مركز الارض فبنعتبرها في المتوسط عشرة متر كل ثانية تربية ده قيمة العجلة طب الجاذبية على العمر با جاذبية العمر اقل من جاذبية الارض اش كده اقل عندي السدس اقل بتبقى السدس يعني جاذبية الارض تعادل ست امثال جاذبية العمر ست مرات ست امثال تمام يبقى جاذبية الامر تعادل السدس جاذبية ايه الارض طب الجسم ده وزنه على الارض 300 زي ما حسبنا كده في المسألة كتلته 30 ضربناه 30 في 10 اللي هي عاجلة الجاذبية الارضية يبقى الوزن 300 نيوتين ده وزنه فين على كوكب الارض طب لو انا عايز وزن الجسم على الامر تمام جاذبية الامر كام سدس جاذبية الارض خلي بالنا جاذبية الامر سدس جاذبية الارض طب هو وزنه على الارض كام 300 يبقى انا عشان اجيب وزنه على الامر حضرب 300 في كام في سدس حضرب 300 في سدس تمام كده على اساس ان انا طلع سدس وزنه ليه عشان هو معتمد عالجازبي تمان يبقى المطلوب الثالث اللي عندي هنا اللي هو عايز الوزن على سطح الامر هيساوي الجسم وزنه على الارض كان 300 يبقى 300 في سدس يطلع وزنه على الامر كان بقى لما اقتصر 300 معاسوس تطلع 50 نيوتن هنا نلاحظ ايه بعد الجسم اللي وزنه على الارض 300 نيوتن نفس الجسم لو انا خدته وطلعته فوق على الامر يطلع وزنه 50 نيوتن تبقى دين بالكم من الفرق الفرق هنا فرق ايه هل الكتلة احنا متفقين الكتلة ايه ستة ما بتتغيرش من مكان ل مكان اخر يبقى الكتلة ستة يبقى الفرق هنا فرق ايه فرق جاذبية حسب جاذبية الكوك جاذبية الارض تعادل ستة امثال جاذبية العمر يبقى اذا لما اجي اشوف الجسم اذا كتلته على الارض هي نفس كتلته على سطح الامر لكن وزنه على الارض غير وزنه على سطح الامر الفرق هنا فرق ايه يا جماعة فرق جاذبية تمام او قيمة عجلة الجاذبية يبقى المسألة اللي هنا الاولانية خلتني اجيب كتلة الجسم على كوكب اخر زي الامر او على جسم فضائي اخر زي الامر خلتنا اجيب وزنه اللي على الارض واجيب وزنه اللي على الامر وقدر اقارن ما بين الوزنين ان الفرق هنا فرق اللي ايه الجاذب ايه طيب تعالوا نتنين لمسألة تانية المسألة التانية اللي عندنا بتقول جسم وزنه 60 نيوتين يعني الجسم وزنه هنا 60 نيوتين هنا كده هو مديني الوزن طيب عايز وزنه على الامر وعايز كتلته على سطح الارض يبقى اول معلومة هنا هو مديني هو مديني ان وزن الجسم 60 نيوتين ادي المعلومة اللي هو مديني مطلوب وزن الجسم على سطح الامر احنا لسه يلين ان فرق فرق وزن الجسم الارض من الامر ان جاذبية الامر سدس جاذبية الارض يبقى اول 60 في سدس يبقى اذا وزنه هيتلع 10 نيوتين يبقى وزنه على سطح الامر كام 10 نيوتين ده وزن الجسم على سطح الامر تاني مطلوب ده كان اول مطلوب تاني مطلوب عندي في المسألة عايز كتلته على سطح الارض الكتلة على سطح الارض طب نتذكر كده المثلث بتاع الوزن هو الوزن كان بيساوي ايه الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية شو ده القانون الوزن بيساوي كتلة في عجلة الجاذبية يبقى كتلة الجسم هتساوي ايه الوزن على عجلة الجاذبية يبقى لم يجي يقول لي عايز كتلة الجسم على الارض هقول كتلة الجسم على سطح الارض هتساوي ايه هتساوي وزن الجسم على عجلة الجاذبية طبعا عجلة الجاذبية الارضية تمام طيب وزن الجسم على سطح الارض كان كام ستين زي ما هو ايه اللي اهي في المعطيات الوزن الجسم ستين نيوتن يبقى الوزن ستين عجلة الجاذبية كام عشرة يبقى ايزا كتلة الجسم كام ستة كيلو جرام يبقى انا كده حسبت الوزن حسبت قصد الكتلة بتاع الجسم تمام كتلة الجسم جبتها من غير بايه من غير عجلة الجاذبية يبقى اطلاحظ هنا في المسائل المسائل عندي او القانون اللي عندي وزن وكتلة وعجلة الجاذبية عجلة الجاذبية تعتبر مقدار سابت اللي هي العشرة متر كل سنة تربية يبقى انا عندي حتين الوزن والكتلة ممكن اديك الوزن واطلب الكتلة يبقى ده المجهول اللي عندي ممكن اديك الكتلة ويبقى الوزن هو المجهول اللي عندي في المثال الاولاني كنا عايزين نحسب وزن الجسم وعايزين نحسبه على الأرض وعايزين نحسبه على الأمر في المثال الثاني أنا أدّيتك الوزن لق privilege أنه هو وزنه على الأرض هنا 60 نيوتين طيب كتلته بقى تبقى كام أنا طالب كتلته وطالب وزنه فين على العمر طب إذا كان هو على الأرض هنا 60 نيوتين طب أنا عندي جاذبية الأرض ستة أمثال جاذبية العمر يعني جاذبية العمر سلس ضربت الستين في السلس طلع وزن الجسم على الأمر 10 نيوتين يعني الجسم اللي وزنه على الارض هنا 60 يبقى فوق على سطح الأمر كام 10 نيوتين طيب في المطلوب التاني طلبت الكتلة يبقى انا عايزك كده اتحول الوزن اللي انا مدهولك الى كتلة القانون بيقول لي الكتلة بتسوي ايه عشان تحسب الكتلة تقسم وزن الجسم على مقدار عجلة الجاذبية الارضية تقسم تاني وزن الجسم على مقدار عجلة الجاذبية الارضية وزن الجسم اللي انا مدهولك في اول المسألة 60 نيوتين عجلة الجاذبية الارضية مقدار سابت 10 متر كل سنة تربية فنروح تقسم 60 على العشرة طلع كتلة الجسم تسوي كام سوي 6 كيلو جرام 6 كيلو جرام يبقى ايزا المسائل زي ما انا قلت ينطلب الوزن ينطلب ايه الكتلة دي في انواع المسائل اللي موجودة عندنا في اول درس اللي بيتكلم عن الكتلة ويهه الوزن تعالوا ننتقل لنوع تاني من الايه من الاسائلة تمام خدنا كده مثالين في المسائل نتنقل لنوع تاني سؤال مثلا بيقول لي ايه فصر معيال فصر معيال ايه بقى اللي هيسألنا عليه نمر واحد يوجد اختناق في الانبوبة الشعرية فوق مستودع الزئبق للترمومتر الطبي ليه الترمومتر الطبي عنده اختناق في الانبوبة الشعرية تمام احنا عارفين فرصة بقى نرجع ترمومتر الطبي ترمومتر الطبي عبارة عن زجاج بيبقى شكله كده ثم الزجاج ده بينتيه هنا بمستودع المستودع ده فيه الزئبق تمام فيه داخل الزجاج ده كله عليه تدريج مدرج طبعا الترمومتر الطبي احنا عارفين من خمسة وتلاتين لتلين واربعين تدريج بتاعه بداخله انبوبة رفيعة جدا انبوبة شعرية هزي الانبوبة ماشية كده ممتدة قبل ما توصل للمستودع بيبقى فيها اختناق فيها لفة كده ملفوفة بيبقى على كده بالبلد مخنوعة شوية مش نزلة باستقامة يعني طيب الاختناق ده موجود قبل ايه قبل الزئبق قبل ما نوصل للمستودع مستودع فيه مين الزئبق طيب السؤال بيقول لي هو ليه فيه اختناق ايه سبب الاختناق ده اه سبب الاختناق ايه انه يمنع هبوط الزئبق بسرعة يعني الوقت المفروض النترمومتر ده لما بحطه في فم المريض تحت لسانو فبيدأ يسخن لما بيسخن بيتمدد الزئبق بيتمدد فيبدأ يطلع في الانبوبة الشعرية تمام تلقى مثلا مثلا يعني لغاية 38 على سبيل المثال تلقى لغاية درجة 38 لو الاختناق ده مش موجود انا على ما طلع الترمومتر من فم المريض وابص فيه كده الزئبق هينزل مش رح اشوفه عيني مش رح اتلاحظه تمام فالاختناق وظيفته يبقى بيعطل شوية الزئبق انه ماينزلتش بسرعة بحيث لما انا شينه كده وابص فيه اقدر اشوف التدريج تمام يبقى ازا ما هي وظيفة الاختناق اللي موجود في الانبوبة الشعرية عدم هبوط او نزول الزئبق بسرعة الى المستودع ماينزلش بسرعة فهننتمكن من قراءته يبقى السؤال بتاعي بقول لي فصل ليه يوجد اختناق في الانبوبة الشعرية في مستودع الزئبق للترمومتر الطبي بنقول لي منع هبوط الزئبق بسرعة تمام فهننتمكن من قراءة درجة الحرارة ده كان السؤال الاولين طيب السؤال التاني فصل برضو لا يستخدم الترمومتر الطبي لقياس درجة غليان المي يعني الترمومتر الطبي ماينفعش احطه في مية مغلية ماينفعش اقعيس به درجة غليان المي هنا برضو حتة مهمة احنا متفقين ان احنا في المراجعة مش الهدف ان انا اقولي السؤال والاجابة الهدف ان انا اقولي السؤال وانفسر الجزء الخاص به نقيد شرحه بمعنى صح يعني عشان نتذكر المعلومات اللي قلناها او لو فاتتك المعلومة تم تعرفها انا عندي نوعين من الترمومترات الترمومتر الطبي والترمومتر المعوي تمام كده الترمومتر الطبي بيستخدم لعلاج بيستخدم فيه خياس درجة حرارة الانسان الانسان المريض راجل حرارته ترتفع عشان اشوفه ارتفعت قد ايه بخليه يستخدم الترمومتر الطبي خلاص طيب انا عندي السوائل اللي منها المية من 10 السوائل اللي عندي المية المية بتغلي يعني بتسخن هل لما بحط المية اول ما حطها على النار بتغلي لا بتاخد وقت ليه الدرجة الحرارة تبدأ ترتفع ايه تدريجيا طب انا عايز اقيس الدرجة اللي بدأت المية عندها في الغليان طيب ارجع اشوف بقى هي المية بتغلي عند درجة كم المية بتغلي عند درجة مية درجة غليان الماء النقي 100 درجة مائوية او 100 درجة سليزيوسية تمام يبقى انا محتاج ترمومتر يكون مدرج لغاية مية مش كده طب الترمومتر الطبي اقصى تدريج فيه 42 الطبي من 35 ل 42 تخيلوا كده ان انا حطيت الترمومتر الطبي في الماء المغلي ايه اللي هيجرى هينفجر هينكسر ليه لان الزبق هيسخن هيتمدد هيكلع طب هو وصل ال 42 ولسه بيتمدد لان السخونية عالية جدا بالنسبة له فيزن ينكسر ما ينفعش تمام فبروح مستخدم الترمومتر ايه بقى اه باستخدم الترمومتر المئوي اللي هو مدرج لغاية كان لغاية 100 درجة مئوية لما بحط الترمومتر المئوي في قلب المية تبدأ المية تسخن في الترمومتر الزبق يتمدد في درجة الحالة ترتفع 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 تدريجيا عند المية لو بصت للمية تتلاقي المية بدأت تتبخر تمام بدأت تغلي الغلايان ده معناه ان هي خلاص هتتحول بقى من الحالة السائلة الى الحالة البخارية وميطلع بخار المية يبقى ازا السؤال بتاع فصر ليه لا يستخدم الترمومتر الطبي في قياس غلايان المية بنقول لان الترمومتر الطبي مدرج من 35 الى 42 اما درجة غلايان الماء فهي 100 درجة سليزيوسية او 100 درجة ماءوية تمام طبعا ينكسر الترمومتر الطبي عشان الحدود بتاع الدرجات وبتبعها قليلة يبقى ده السؤال التاني ليه ما بنستخدمش الترمومتر الطبي فيه لخياز درجة غلايان الماء طيب السؤال التالي تفسر ليه بنستخدم الزيبق بعد في صناعة الترمومترات شمعنا الزيبق اللي بنستخدمه في صناعة الترمومترات يعني سؤال طبعا لازم يجي في دماغنا كلنا شمعنا الزيبق ليه ما استخدمتش عنصر تاني تمام اكيد الزيبق فيه مميزات مش موجودة في العناصر التانية بالسهولة يعني مثلا الزيبق بيتمدد باقل تغير في طريقة الحرارة يعني مش محتاج ان انا سخن قوي عشان يبدأ يتمدد تمام بدليل انه وانا مريض بحط ترمومتر تحت الثاني الزيبق بيتمدد تمام كده يبقى في الحالة دي انا مش محتاج درجة حرارة عالية جدا لا باقل ارتفاع في درجة الحرارة بيحدث تمدد للزيبق يبقى دي ميزة موجودة في الزيبق في ميزة تانية مهمة جدا الزيبق لا يلتصق بجدار الانبوبة الشعرية الانبوبة الشعرية لو بيتمدد فيها لو بيطلع وينزل فيها دي ما بيلزقش على الجدار هتقول لي يا مستر طب لو لزق على الجدار ايه المشكلة انا مش قدر اشوف الدرجة ما هو لو ساب عصر مكان ما طلع وينزل انا مش قدر اتمكن من القرية تمام هيبقى القرية عندي مش واضحة فلذلك من مميزات الزيبق انه لا يلتصق بالجدران بتاعت الانبوبة اللي هو طالع ونزل فيها يطلع لغاية نهاية التدريد ولما ينزل ما تلاقيش ليه اي عصر فدي برضو ميزة تمام يبقى عندي مستقى مهمين جدا للزيبق ان حجمه بيتغير او بيتمدد تمام بارتفاع اقل لدرجة الحرارة دي ميزة مهمة جدا حجمه بيتغير بيتمدد مع اي ارتفاع لدرجة الحرارة الميزة التانية انه هو لا يلتصق بايه بالجدران فبالتالي بيديني وضوح للرؤية ده بيخلينا رد على سؤال ليه بيستخدم الزيبق في صناعة الترمومترات طيب نجي في السؤال رقم اربعة فصر يختلف وزن الجسم وزن اي جسم باختلاف الكوكب الموجود عليه وزن اي جسم بيختلف باختلاف الكوكب انا قلت في المسألة الاوانية واحنا بنشرحها ان الوزن يتوقف عليين على حاجتين كتلة الجسم وعجلة الجاذبية تمام كده كتلة الجسم وعجلة الجاذبية وقلت برضو ان الكتلة سابتة لا تتغير بتغير المكان الكتلة بتتغيرش تمام لكن من بقى اللي بتغير اه عجلة الجاذبية عجلة الجاذبية تختلف من كوكب لاخر عجلة الجاذبية تختلف من كوكب لاخر فازكات عجلة الجاذبية بتختلف من كوكب لاخر يبقى اذا قيمة الوزن هيختلف من كوكب لاخر تاني الوزن يتوقف على الكتلة وعجلة الجاذبية اذا الحاجتين اللي بيأثروا في وزن الجسم الكتلة وعجلة الجاذبية الكتلة سابتة اللي هتتغير بتغير المكان خلاص كده يبقى خلصنا من الكتلة مش هتتغير خالص مقدارها سابت طب يبقى مين بقى اللي بيتغير من مكان لمكان الجاذبية الجاذبية بتختلف من كوكب لكوكب اخر اصلا من كرة الارضية الجاذبية بتاعتها بتختلف مقدار الجاذبية بيختلف من مركز الارض او بيعيد عن مركز الارض او عند القطبين قيمة العجلة الجاذبية بتختلف يبقى بالتالي برضو الوزن بيختلف يبقى الوزن هنا مين اللي بيغير فيه اه عجلة الجاذبية السؤال بيقول لي بقى ليه الوزن بيختلف باختلاف الكوكب لأن كل كوكب له جاذبية أو عجلة جاذبية خاصة بيه كل كوكب ليه قيمة في الجاذبية فطبعما كل كوكب ليه قيمة في الجاذبية يبقى الوزن هيختلف من كوكب لأخر اي نعم الكتلة سابتة ولكن قيمة الجاذبية هتتغير ده ربدا على سؤال ليه بيختلف وزن أي جسم باختلاف الكوكب الموجود عليه السؤال الخامس برضو فصر تصنع أوان الطهي من الألمونيوم والمقابض من الخشم ليه أوان الطهي بنصنعها من عنصر الألمونيوم وليه المقابض بنصنعها من الخشم ده سؤال من الأسئلة المهمة جدا بترجعنا إلى توصيل الحرارة العناصر والمعادن والأشياء اللي موجودة حوالينا مش كلها بتوصل الحرارة بنفس الدرجة أو بنفس الطريقة مش كلها عندي معادن بتبقى جيدة التوصيل للحرارة وعندي معادن أو عناصر أخرى رديئة التوصيل للحرارة بتوصل الحرارة بضعف أو ما بتوصلش يبا إذا مش كل المواد متساوية في توصيل درجة الحرارة تمام؟ عنصر الألمونيوم عنصر النحاس عنصر الحديد دي عناصر بتوصل الحرارة بطريقة جيدة يعني بتوصلها بسرعة وبكمية كبيرة يبنون عليها جيدة التوصيل للحرارة عندي مثلا الخشب وعندي البلاستيك تمام؟ وعندي الخشب وعندي الورق دي مواد رديئة التوصيل للحرارة بتنحرق عليك ما بتوصلش الحرارة سريعة توصيل يعني إيه؟ يعني أنا جبت دلوقتي ساقة هي من الألمونيوم مثلا حطيت طرفها على النار وأنا مسكت طرف الآخر مش هكمل دقيقة تمام؟ وهبص لها الحرارة وصلت عندي يدي هشعر بالحرارة هنا تمام؟ إيه اللي حصل؟ إن الألمونيوم وصل للحرارة نقل الحرارة من عند اللهب من عند النار لغاية مشيت فيه الحرارة غاية ما وصلت عندي يدي فأنا حسيت بيها طيب لو أنا عملت الكلام ده في ساق من الخشب ساق من الخشب مش هتوصل الحرارة هي هتنحرق هتبدأ تنحرق تدريجية اللي غد ما توصل عندي لكن هي مش هتوصل تمام؟ طيب الهوى الهوى بيوصلش ما أنا ممكن أكون مشغل النار هنا وأنا قاعد بعيد عنها هنا النار ما بتصليش يبقى إيذن مش كل المواد بتوصل الحرارة بزي بعضها فيه مواد رديعة التوصيل وفيه مواد ملعة جيدة التوصيل الألمونيوم من العناصر جيدة للتوصيل للحرارة طيب والخشب أو البلاستيك من المواد رديعة التوصيل للحرارة يبقى لما جسمع دلوقتي أواني الطهي الأواني اللي بنطفل فيها الطعام تمام؟ جسم الأواني نفسه هصنعه من إيه؟ هصنعه من عنصر جيد التوصيل الشرق أول ما حط على النار يسخن بسرعة وبالتالي يسخن اللي جواه فالأكل يستوي بسرعة تمام؟ لأنه هيوصل الحرارة بسرعة طيب لو أنا عامل الأواني دي من مواد رديعة رديعة التوصيل إيه اللي هيحصل؟ هستهلك كمية وقود كبيرة جدا على ما يبدأ نسخن تمام كده؟ يبقى إذن أنا لازم أصنع أواني الطعي من مواد جيدة التوصيل للحرارة زي الألمونيوم بينما المقبض نفسه اللي أنا همسك منه يبقى خشب ليه؟ عشان يبقى رديء ما يسخنش فبالتالي أقدر إيه؟ إن أنا أشيل منه يبقى عشان كده ده ردنا على سؤال ليه بتصنع أواني الطعي من الألمونيوم؟ جيدة التوصيل للحرارة بينما المقابض من البلاستيك أو الخشب لأنه رديء التوصيل للحرارة النهاردة رجعنا جزء مسائل وجزء فصر نوع جديد من الأسئلة أتمنى نكون فهمنا اللي قلناها الحلقات دي إن شاء الله وإن شاء الله بعد الفصل هنتقابل مع طلبة الصف الأول